مساء الخير أهلا بكم من صدى البلد النهاردة معايا ضيفة اسمها الواحدة تريند هي أمر الوكالة أمر ناس كتير بتتهمها أن منتجاتها مضروبة مش أوريجنل تعالوا بينا نعرف تفاصيل القصة ما عنديش حاجة مش أوريجنل خضتيني أنا مش بعمل أنترو إيه اللي دخلك دلوقتي يا أمر أنا ما عنديش حاجة مش أوريجنل لأ أنت حكتك كلها مش أوريجنل لأ كلها أوريجنل مين قالت مش أوريجنل أ filmmaker اكتب المزيادة العمل مزيادة بعد إذنك ما تزعايchuss لو سامحت Below وانا ما عنديش حاجة مضروبة لا كل حاجتك مضروبة اما ليس ما يستحق علي الحاجه مدروبة من الإعلن الواطم جرب حكتي حكتي مسمعة الي اسمي بالزبط احكي لي من هي امر الوكالة تسمعنا من فترة كبيرة من حوالي كذا سنة ان فجأة في بنت ظهرت في الشارع والناس كلها معجبة بيها وبيقولوا ان هي بنت شقيانة وبتبيع منتجات تخص التجميل اشرحيلي ازاي نزلتي الشارع وجاتلك الجرقة دي منين ما خفتيش؟ لا طبعا ما كافش ازاي ما تخافيش انتي كنت فوست ناس كتير قوي في الشارع وفي منطقة الوكالة منطقة زخمة انا كنت فوشت ناس طبعا نمش شوية نمش يعني شداد بس طبعا طول ما انت واسكة طبعا من نفسك ان انتي تعرفت وفي في الشارع تعرفت اتعاملي مع اي حد ما تخافيش لازم انت بجريء وما الناس ده الشارع ليه ايه الحاجات اللي اتعرضتي لها في الشارع وحصيتي ان انتي ممكن ما تنزليش الشارع تاني ولا تبيع منتجات لا ما فيش حاجة تخليني ان لان اتأثر ومنزلش الشارع تاني ومبيعش منتجات طبعا انتي على كده قوية بقى كل واحد طبعا هيجي عليها هيخد على دماغه ومع السلام ما حدش هيجي علي جاتلك منين فكرة ان انتي تفتحي محل يكون خاص بيكي لأ ما عبه دلت في الشارع طبعا كل البدع كل واحد جاي يقرفك شوية واللي جاي ياخد شجاة البدع اللي انتي بيبيعهم طبعا لأ هم ربنا وكله بفضل ربنا هم ربنا بيريد بيريح البناي ده بيريحهم احنا النهاردة في سادة البلد عايزين نحسم الجدل بتاع ان منتجاتك مش اوريجنال ومضروبة احكيلي هيليه الناس اصلا اتكلمت عن المنتجات بتاعتك لأ ما المنتجات بتاعتي عشان عاملة مفاول مع الجمهور الجمهور بتاعي طبعا ما بيجرب حتي ما بيقوليش الله اللي باركيك انتي اصلا يا امر بتبيعي ميكاب وبتبيعي منتجات مثلا واقي شمس او كريمات بالزبط يعني حاجات تخص الشعر البشرة كل حاجة كل حاجة مستهضرات تجميل من كل حاجة طب ازاي بقى يا امر حد مثلا يكون بيشتري ساي مثلا واقي شمس من بورة بألف جنيه يجي عندك يشتري بمية جنيه لا ما الحاجات دي استوكات استوكات يعني طوالف انا فاهمة ان الاستوكات دي يعني الحاجات دي مثلا العلبة مقربشة شوية انا مليش جعب العلبة انا ليه دعوة بالمنتج اللي الاستاذة ولا العميلة عندي هتستعمل على شعرها او كان بشريطة او كان جسمها يعني هو عشان العلبة متخربشة شوية ينزل سعرها من ألف جنيه لمية جنيه لا مش بمية جنيه بيبدأ عندي مية تن جنيه لمية وقمسين جنيه برضو فرق كبير فرق كبير بس انا مش هتفري معي العلبة انا ههم شيء اللي هستعمله على بشريتي وهستعمله على شعري العلبة كده كده هتترم هافض ديها هتترم اللي يخلي منتج يكون بألف جنيه ينزل لمية وخمسين جنيه لو انت بتتكلمي انه هو عشان العلبة مخربشة لا ما هي كميات بيبقوا عازين يغيروا مثلا بداع بيطلعوها بيجيبوا بداع جديدة طبعا البداع دي خلاص ماركونة تكلع مثلا كلها على بعديها وبعد كده يجيبوا بداع غيرها بيجددوا بس معنا كل المي دا بيحبوا التجديد بس معنا كلامك دا لو انت كلامك فعلا صح المفروض بقى لشركات الكبيرة تقفل وكلنا نستخدم أمر الوكالة بس لا كل واحد لي رزق محدش يقفل انا ليه رزق وهم ليهم رزق وكل واحد ليه رزقه انا دلوقتي ايه لي خليني اروح اشتري منتج معين بألف جنيه او ألفين جنيه وهو بيتبان عنده أمر بمئة لأ ما ممكن يكون واحدة على قدها مثلا وظروفها مش جايبة اللي هي تجيبوا بألف جنيه بس النسبة تحب توفر ليه ما تفتش ليه ما تعملش بيقولك المبسوط زي الفقير زي كله زي بعضه مش انا معايا ومرتاحة في حد في حد هجيب حتة بألف جنيه في غيري ما معوش ألف جنيه جيب حتة ساعت هيعمل ايه طب هل في كده منتجاتك اوريجنال وربنا منتجاتي اوريجنال منتجاتي كلها انا بحطها وعندي من العالي للواطن مجربة يعني ايه من العالي للواطن يعني ممثلين تقيلة وناس كتير من بيت تجمع من مدينة ناصر من المهندسين من مدينة الانتاج من جميع البلاد قوليلي كده مين ممثلة مشهورة بتيجي تاخد من عندك بضع كتير قوليلي اسم طي لا اللي بتكلع لا ما قولش هسامهم ليه الناس بتحب امر طبعا لا ما قلاش هتكلم على سامين هيا جاية بتقوللي منتج الجميل في ناس التجعي كان واكل وشاها وكانت خربانة وكان البشرتها اصلا بهتانة على بعضها تقوللينا بقيت امر امر عندي هنعل سبونة عندي وصل الواحد وعشرين الف جنيه يعني استعمال شخص لنفسها هي واحد وعشرين الف جنيه استعمال شخص مش تاجر بقى ولا تاجر يعني معنا كده يعني نقول ما شاء الله ان المحل بيكسب معيك كويس الحمد لله رضيا بقليلي شوفنا ليك فيديو من فترة كبيرة كده كان على سوشال ميديا ان والدتك كانت قاعدة على الكرسي وانتي كنت بترمي عليها فلوس زي ما بنقول بتنقاطيها يعني طبعا لا كان عيد ميلادها ولازم ان امي طبعا ربنا اديني بفضل الله بفضل امي عشان امي رضي علي ده انا لو طلت كمان اللي انا خليها كلها تبعها الموزة خليها الموز يقول امي حطها على دماغي طبعا ما هي وافت في دهري وسندتني وافت معايا طبعا ده انا هحطها فوق دماغي اكيد امهاتنا نحطهم فوق دماغي انا بتكلم بس على نقطة معينة يا امر هي نقطة ان انتي كنت بتنقاطي والدتك بفلوس والناس انتقدوا كمية الفلوس اللي كانت في ايدك يعني تردي بايه على الانتقادات دي هرد علي لا طبعا ما ردش عشان امتنعتي يعني انا عاملة حاجة يعني ايه تقصيني وتقص امي فرحة اللي انا مبسوطة بامي جدا قوليلي اتحاربتي قد ايه والناس هجموكي قد ايه اتحاربت كتير وتعجمت كتير بس انا محطتش في دماغي عشان ما فيش حاجة بتأسرني انتي مخطوبة لا طبعا ايه ما فيش عرسان لا في كتير فيه علافات طب وليه ما قبلتش حد ما فيش حد مناسب لا 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 لسه ما جاش الراجل اللي حافز عليك الراجل الكويس جدا الراجل ابن الناس طبعا احكيلي ايه هي مواصفات فتح احلام امر ايه مواصفات فتح احلام امر طبعا يبقى راجل كويس جدا طبعا ما يكونش بيش حاجة طبعا يحافز عليكي مش ياخدك طبعا ويستنى مثلا اللي انتي مثلا تشتغلي طب ليه وانا اشتغل وديك ليه طب ما اشتغل على نفسي طبعا اكتر كل ما حدش اصلا قد المسئولية اليوم اندو ايه انتي شايفة ان ما فيش رجل نافع بالنسبالك خالص مش قد المسئولية موين نفتح بيت ربنا يقدره على البيت اللي هو فتح فيه راجل قبل كده عرفك وكنت يحسن هو طمعان فيكي يعني طمعان في فلوسك اه كله طمعان طبعا كله طمعان اه دي وصلة اه معيها اه فيها طبعا كل اللي داخل داخل طمعا طبعا البناء ايه ده منتي بتدرس ريه كده بتفهمي من عينه كل حاجة بتدرسي ايه بتدرسي بتفهميه عايزة كان دماغهم وديه الفين عايز دماغه توديه الفين عايزك يتوجهي كلمة للناس اللي بيحربوكي طول الوقت عال سوشيال ميديا وبيقولوا امر منتجاتها مش اوريجنال لأ مدود اعضاء النجاح طبعا طالما الواحد نجي والحمد لله مستمر لأ عايزيني يوقعوا بيوايه بقى لأ همش عارفة ايه منتجاتها مش اوريجنال طبعا اللي مجربش منتجي بيقولك مش اوريجنال عشان مجربوش لكن اللي مجربوه ما بيقوليش قال الله يباركلك اللي بشرتها بحتانة اللي بشرتها مقعدة اللي جسمها فيه مثلا حاجات بقعة اللي خش في التسبقات خربة والبشرتها وكل اكتر المشاكل مع جوازاتهم بسبب بشرتهم اهم شيء اللي اهتمام عندنا ايه شعرنا وشنا طبعا هو ده هيئتنا اللي احنا بننزل بالشارك لازم طبعا اللي احنا نستعمى به طبعا اكتر الوقت البيت واخدك طبعا ملوش جعوة الراجل بكلمة البيت واخدك لازم برضو تبقى مستهمية بنفسك يبقى فيه اهتمام لازم ايه يبقى فيه اهتمام تبقى مستهمية بنفسك مستهمية مستهمية يعني ايه مستهمية يعني يبقى فيه اهتمام بنفسها مهتمة بنفسها مهتمة بنفسها طبعا احنا اكتر الوقت لازم طبعا البيت ما يغتوكيش طبعا الراجل اوه بيبص ليه عشان طبعا مش شايف طبعا اكتر الوقت اللي انت لاهي نفسك في البيت انتي بتبرري خيانة الراجل ان هو بيبص برا ليه لا مش ببين بتي بقى مكسلة انا لسه هعمل انا لسه سواء لنفسك مش ليه هو يعني النزاعة دي النفسينا العياعة دي النفسينا مش للراجل في الاول في الاخر طبعا ما تبقى حلو جميلة طبعا دق تلاقي الراجل بقى ايه بيجري نعم مثلا تلاقيه هو من نفسه مثلا داخل ايه ده انت حلوتي مش عارف ايه تلاقيه بقى بيندينتش الاول كان الوش الخشب على طول داخل وشه اكشن طبعا دا كله مش حلو وصلتك من اين المعلومات دي؟ ما احنا عادنا في الشرع بقى وعدنا في الشرع انا عادي في الشرع سنتين يعني قاعدة في الشرع سنتين واخدى المحل بقى لي سنتين يعني اربع سنين النهاردة الحمدلله رب العالمين قبل السنتين اللي كنت فيهم بتشتغلي في الشرع كنت بتشتغلي فين؟ كنت بشغل كنت فتحة في الشارع وكان ربنا كريمني وكان ربنا فتح علي الحمد لله رب العالمين وكان عندي شارع حد بسمه ما شاء الله كبير مش ملاحق على الناس انتي منين اصلا يا امر انا من الفيوم بس انا اصلا مولودة في مبابا وبلدنا اصلا بلا ابو العيلة كل اهلي في بلا ابو العيلة تموحك ايه نفسك توصلي لحد فين لا تموحي الحمد لله رب العالمين بتفكري ان انتي تعملي براند باسمك مثلا منتج معين من منتجات الاسكين كيرت تسميه مثلا امر منتج امر فكرتي في الموضوع ده فكرت بس لا بفكر في حاجات بقى اقوة تاني زي ايه مثلا يعني زي ايه يعني زي هعمل حيطك كده 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 هتبقى جمده قوي هتقلي بالدنيا كطع باسمك يعني منتج مثلا يخص البشرة او الشعر باسمك اه ده اللي انا كنت لسه بقوله ايوا طيب انتي دلوقتي طيب يا امر بعد الهجوم عليك الفضيع لكل فترة بيحصل ده ممكن تجي في وقت مثلا خلاص تبطلي يعني مش تبطلي اللي هو تقفلي المحل بتاعك لا انا قصد يعني تبطلي ظهور على السوشال ميديا بقى وتتجنبي بقى الانتقادات والحاجات دي كلها لا طبعا ليه لا مش حاسا ان الموضوع ده ممكن يؤثر على نفسية مثلا والدتك بما انها قريبة منك زي ما انتي كنتي لسه بتقولي لا ما هي ما يقصرش انا ربنا انا حرسني من عنده ما يقصرش وطول ما انا ماشية يعني مسلمها لله ربنا هو اللي حرسني نفسك تمثلي ايه نفسك تمثلي اوه اوه اتعرض عليك حاجة اوه اتعرض قالوه اعطيك لايف شهر خمسة جاي مع محمد رمضان هتمثلي مع محمد رمضان ده خبر حصري في صد البلد بقى هتمثلي ايه مسلسل ولا فيلم مسلسل في جعفر العمضة الجزء التاني طب ايه دورك في المسلسل ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يعني تاكل التلاتة ازاي مش فهمة ايه؟ يعني ايه تاكل التلاتة؟ يعني هو جايبك يعني مثلا بسي زوجة الرابعة يعني؟ اه يعني انت عايزة تبقي زوجة الرابعة على الجعفر العمض نفسك تغني؟ لا ما عندكيش الموهبة اصلا؟ لا اغني لا طب ما تجربي كده غني مرينا حاجة؟ لا لا اغني غريبة طيب طريقتك وانتي مش شايفها على السوشال ميديا بتكون غريبة شوية؟ يعني مثلا اي حد بيكون عنده محل ميكب او حاجات منتجات تجميل اللي تخص الشعر والبشرة مش بيطلعوا يتكلموا بطريقتك انتي شايف ان طريقتك دي مش غريبة؟ لا مهم بيطلعوا يتكلموا بطريقة تاني طبعا اللي بيتكلم بطريقة تاني الشوكة والسكينة والمعلقة مش واكل بيحبوا الضغري بيحبوا بقى ايه اللي داخل نياته سلكة قلبه ابيض بيتكلم من قلبه لعلى قلبه عن لسان طبعا كل الناس بيبقى منتجي وكل الناس بيبقى تشتغل في المنتج بتاع امر تمام؟ بس في قبول لامر يعني في الناس بتاعش امر امر لو قاعدت يومين ولا يوم ما تكلعش معهم لايب امر فين؟ يجوا المحل عشان نشوفه امر هوا انت الحقيقة بتطلعي على السوشال ميديا عشان انت بتخدمانها فلوس؟ هوا ده الغرض؟ لا 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 طبعا يا بتفريش معي الفلوس ما بيطلعش ليكي فلوس من التيك توك؟ لا طبعا لسه لسه انت مستندية؟ لا مش عاوزة انا شغلتي اصلا مكافية علي احسن من ده كله ولا مستحق اي فلوس من فيس ولا مستحق اي فلوس من تيك توك مش عاوزة؟ بتكسبي كم في اليوم يا امر؟ ايه؟ بتكسبي كم في اليوم؟ لا الحمد لله بفضل الله تتشوت بقى انا بشوفك كتير قوي عاملة فيديوهات يعني بتنصحي فيها الرجال ان هما ازاي يتعاملوا مع امرطاتهم مع مثلا البنت اللي بيحبوها طبعا الحياة طبعا البنائية دا بيخش للواحدة مثلا انا بحبك وبموت فيك بحبك وبموت فيك طبعا ايام يا لاش الزنب اللي انت تقولها انا بقى ابتديها من تحت السفر طبعا حتى لو انت بتقولها اللي انت بتبتديها من تحت السفر المفروض اللي انت يبقى عندك احساس تخاف على دمك كده يبقى فيه احساس اللي انت طبعا ما تطلعش كلمة زي دي نهائة حتى لو انت تعرفها بقى لك قدقم طبعا ان احنا ايه؟ انت ببين لها نفسك يعني ورها عجلة قدام طبعا انت دا يعني ايه ورها عجلة قدام قال مش فاهمة؟ يعني يبين لها نفسه يبين لها حياته اللي هو معاك مش يبين لها اللي انت فقير هو بيصرحها هو بيصرحها يا امر بحقيقته هو كده مش بيكدب طب ماشي بيصرحه ويجي بعد كده السنة محتاجة 2003 طب قدر ايا مش معاها 2003 دلت الدم مثلا لا دا كده بقى قصة تانية وكده بقى دخل على طمع هجيبهم لك منين طب خلاص انا مش هكمل معاك بلوك طب خلاص ما تكملش انت شكلك اتعملك بلوك لا انا محدش عارف يعمللي بلوك انا بقى اعمل بلوكات بس انا مش بكلم حد اش هعمله بلوكات ارتبطت كم مرة في حياتك اللي عما ارتبطتش ولا مرة قالها هي مرة واحدة اللي بنخلت اللي برا وما حصلش نسيب وبيحك تاني ولا طبعا بي ايه؟ يعني بيرجع كلام تاني مع مومة اللي هو يرجع ولا طبعا وانتي اصلا سيبتي بنخلتك ليه؟ نا ما حصلش نسيب هي بعت الدهب لسا ودامي بيه هو اصلا دكتور بكرياز بيدرس دكتور ايه؟ بكرياز ايه؟ سوري مقام دكتور في البكرياز اعمل شواء مبجر اعمل شواء مبجر بكرياز؟ انا اسفه الله لا ولا ايه؟ انا افتكتنا دكتور حاجة تخصص معرفوش لا 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 طبعا اخته كده اخر سنة السنة الجاي على يدي الحج طبعا اخر السنة دي اقبل على يدي الحج ما ييجي يكون هو قلص طبعا ينزل بقى طبعا سافر بره لا يعني انتي ازمتك معا ان انتي مش عايزة ان انتي ترتبط بيه مرة تانية عشان مش عايزة تسيبي مصر مش هكاية تسيب مصر انا قلتلك انزل قلتلك ابعت ذهبك طبعا مفيش ذهب جيه انت وسينه هو بره ابعت الذهب اه طبعا الذهب مجيش طبعا اضطريتي اللي انا خلاص كل شي نصيب يعني انتي فركشت عشان الذهب؟ مش فركشت عشان الذهب انت مميدي وعدة الوعدة جت شهر واثنين وثلاثة واربعة خمس شهور طبعا خمس شهور اربع وسنة مفيش ذهب جيه دي بقى مش بتاعتك يعني لو كان بعت الذهب وفضل بره مصر كنتي هتفضلي معادي؟ انت فكرة عندك ان هو بعت الذهب ان انتي الدهب دي حاجة هتطمنك يعني؟ لا مش تطميني مفيش حاجة تطميني انا عندي دهب هو لما ما بعتش الذهب انتي انتي خلاص ما بيتش معي لا انا عندي دهب مش محتاجة دهب بس انا ببص على الوعدة اللي انت قلت هننزله ونعمل فرع وطبعا اللي احنا طبعا انت مشيت من هنا قلت شهرين طبعا الشهرين دول اللي انت تنزل فيه في الشهرين قلت سنة على عيد الحج التاني طبعا عيد الحج عدم بدري طبعا بقاله سنة طبعا كل الكسة مش عشان الذهب انا عندي دهب بس انا ببقلعش الذهب كله على الشر ميديان بتخافي من الحسد؟ لا اه بقلع بعيا طبعا تقلع بحاجات رائعية انتي لابسة النهاردة هو ميش بس حاجات رقيقة برضو مش الحاجة بتاعتي اللي انا كنت بقلع بيا طبعا بيقولك كل ده دهب مش عارفة ايه ده شاية ده رعي اللي عملني يعني انتي اللي جايب لنفسك كل الدهب ده طبعا الدهب ده مش صيني؟ لا مبل بس صيني ولا مش بحيب اه يعني مش اكسسوار دهب حقيقي؟ لا دهب دهب ما بتخافيش طيب مثلا تبقي بتصوري فيديو كده ولا حاجة حد يحسدك من كتر كمية الدهب اللي ما شاء الله انتي لابسيها يحصل مثلا حاجة بعدها يعني برضو الحسد مذكور في الكرآن وانتي بتطلعي بتبقي بشكل ملفت قوي لا لا طبعا ومش شكل ملفت ولا حاجة رمزية عندية خالص انتي شايفة كمية الدهب اللي بيكون في الفيديو ان واحدة بتشتال في محل دم مش حاجة يعني اوفر شوية يعني الواحدة مسلا بتتزاين بتلبس كمية الدهب دي لو مسلا راحة فرح راحة مناسبة او قاعدة في بيتها لا هي زهوتك ايه؟ لازم تلبسة حاجتك تبقى عادة فيها في مكاني بيقش ناس تتصور معيكي بيقش ناس هزين نتصور معيكي احنا بنعشائك احنا بنموت فيكي طبعا لازم انتي بينازلة بحاجتك يعني انتي بتعملي كده ده شو لنفسك يعني؟ مش شو انا طول عمري لا شو شو يعني اه شو يعني زي دعاية لنفسك يعني مش دعاية انا طول عمري ومن وانا صغيرة بحب الدهب بس بيعت وبيع انا ببيع مش ما ببيعش وبحط في المحل بس بيقولك ايه؟ كبر من حاجتك مثلا طول ما انت في المحل كبر من محتواك مثلا كل حاجة عندك لازم انت تكبر في محتواك طبعا انا ما بقيتش ارتبب بحد بقيت دواتي شغلة نفسي بشغلي ودنياتي والمحل طبعا انا مش حط حاجة في دماغي ايه مواصفات فتأ احلامك اللي هو لو جيه استحالة ترفوضيه؟ لا استحالة دي ما يكونش فيها يوب خالص لا يعني مثلا انا اعرف بنات تقول ايه؟ انا بالنسبالي اتجاوز واحد يكون غني جدا مثلا ويجيبلي عربية اوكي ده هتجاوزه انت شايفة مثلا يعني ايه الصفات اللي لو لقتيها في الرجل اللي قدامك؟ لا تعال امش هسيبك ايه يا واقع لا يبقى رجل محترم طبعا مش بالعربيات هو رجل محترم بس هتبقى عايزة يجيبلك عربية؟ ايه؟ هتبقى عايزة يجيبلك عربية؟ هتبقى من ضمن طلباتك؟ ما من ضمن طلباتي بس مثلا دي حاجة ترجع له هو ايه طلباتك طيب لو هنفرد دلوقتي اني في حد عايز لي يتقدم لامر؟ حسب بصي هو كل واحد بيجيب ايه؟ بيجيب امته طبعا بامتك انت بيجيب من نفسك بشي انت تستنى لانا اقولك انا عاوزة بتبقي عايزة دهب بكام طيب؟ ايه؟ بتبقي عايزة دهب بكام؟ لا دي الدهب ده اصلا في الاول في الاخر مش بتاعي يعانا هو لو جابه بتاعه في اي وقت ايوة يعني انت مثلا المفروض يجيبلك دهب ما يقلش عن كام ما يقلش؟ لا لا ما ببسش لدهب يعني لو جابلك مثلا دهب دبلة مثلا وخاتم مثلا 15000 جنيه هتوافقي؟ ايه؟ لو جابلك دهب ب15000 جنيه هتوافقي؟ ايه؟ ايه؟ انا عندي وطول ما انت يعنيك مليانة وعندي وبتلبسي مش ببص الراجل اللي هو يجيبلك دهب مش ببص للدهب طبعا ببص للراجل بعد كده يعني السنين انت طبعا هيبقى شريك حياتك طول الوقت هتبقي انت فوشه هو فوشك طول الوقت هتبصي طبعا اللي هو يحترمك زي ما انت بتحترميه طبعا اللي هو يخاف على بلاستيجك زي ما انت بتخاف على بلاستيجو يحافظ عليك زي ما انت هتحافظ عليه زي ما هيتعامل زي ما هتتعمل هيك ان الراجل طبعا بيوريك طبعا اللي هو ماشي عيرياحك وعيديك وعيعملك وبعد كده بيتغيره بيتغيره زي بقى اللي بيحسن؟ يعني في كلامه بيتغير مثلا يجي في معاملته معاك ما بتبقاش هي زي الخطوبة زي طبعا ما دخلت بيته بتبقى التحكمية بقى ويتحكم فيك اسمعوا يا بنات نصيح امر لأي اتنين مرتبطين عرفوا ايه اللي بيحصل يعني امر بتقرى الكف بتقرى بعد كده ايه اللي بيحصل في العلاقة كملي يا امر لا ما بعراش الكف طبعا العلاقة طبعا تعالق الراجل تعالف الساحك طب تعالني تهوى طب تعاليها طبعا كل ده حلو جدا في اولها طبعا بيبسطة بكم حاجة جدا ويجي بعد كده اصلا بيتغير يعني بعد الجواز مثلا مطلوب منك انتي تبقى في البيت تعملي اكل وشرب وتروائي هو ده اللي انتي تعمليه وهو بقى عايش حياته برا طبعا ده طبعا انا ذات نفسي موافقش بحاجة زي كده يعني انتي طبعا شرط بالنسبالك ان هو مياش حياته برا ويبقى طول الوقت متفرغ ليكي لا وهو شريك حياتك ليه ما هم اتنين واغدين بعض مثلا بتبقى عوزاليا هي بس مش لحد تاني برا ما يبقاش حد مشاركها فيه بشكرك يا امر ونورتين افسد البلد حالت يا قلبي بنورك يا قلبي موسيقى